السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي مرة أخرى على قناة لمسة الذوقية مع توريا نتمنى إن شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وعواش لكم بروكا وعيدكم مبارك سعيد ولو جات متأخرة نوعا ما اليوم إن شاء الله فيديو جديد على القناة اليوم غادي يكون فيه تدابير كيفاش نضفو الأواني ديال الإينوكس كما كتشوفوا معيا كيفاش نضفو غايكون التركيز على البراد وعلى الكوكوت ديالنا اللي كنستعملوهم بشكل مستمر هانتو ما غا تشوفوا معايا كيفاش كانت هاد الأواني هدي وكيفاش رجعتها بالنسبة لهاد الكوكوت هدي فهدي يلا شريتها شريتها بون اوكازيون يعني ماشي جديدة وهانتو ما كتشوفوا الأوساخ اللي فيها اللي في الكس كاس ديالها وفيها هي كما كتشوفوا الجواني بديالها كيفاش ديرها فإلا شفتيها هكدار هم مستحيل لأنك تفكريت شريها لأنك تتكوني كتقول لله أعلم مش غيتحيد من هاد الأوساخ ولا لا ولكن اليوم إن شاء الله فغاندير معكم هاد تحدي وغادي نضف هاد الكوكوت وغاننضف معها باقي الأواني اللي عندي في الدار ومن بينهم البراد اللي غا نكون هتهوى يعني غايكون تهوى هاد النهار هذا غادي تهوى نضفو غادي يكون تجربة عليه تهوى فمن بين الأشياء اللي غادي نستعملو أشياء اللي بسيطة اللي كتكون عندنا متواجدة في المنزل غادي ناخد حمضة كما شفتو الحجم ديالها كبير شوية غادي نعصر تلك الحمضة أمو كونات بسيطة اللي متواجدة في أي منزل إلا ما توفرش عندكم الحمض فا ممكن تستعملو كبديل الخل ولكن ما الأفضل الحمض كما شفتو أنا عصرتو استعملتو بذك اللوب ديالو بكل شي تاعدي ما ترى خليتم لأننا غادي نحكو به فهذاك شي غادي يمشي غاستعمل آآ سائل خاص بالأواني أنا استعملت هذا اللي كيكون على شكل عجين ثم ما غاستعملو لتوفر عندكم المهم سائل اللي كنا اصلو به اللواني كما شفتو درت الحمضة درت كمية تقريب من جوج تلتلاتة ديالو معلق على حسب الكمية اللي غادي ندير أنا ديالواني لكن غادي ندير غيرها مثلا غير كوكوت وحدا ولا برد وكوكوت فا غادي ندير غير حمضة وندير غير معلقة صغيرة ديال المعجون وغاستعمل خمارة ديال الحلوة أو وجوج على حسب شحال عندي ديال الاواني أنا هنستعملت الخمارة ديال العبار ها ديرها البيكن باودر بحلها بحل ديال الصاشي غير أنا خضيت ديال العبار صفي كان دير المكونات على بعضياتها كما كتشوفو هنا غادي نبدأ نخلط غادي بدأ التفاعل ديال 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 الخمارة مع الصابون مع الحامض غادي نحاول نخلط مزيين ندمج ذاك الحامض مع الخمارة مع الصابون باش إنساجم الصابون يدوب شوية في ذاك الحامض كما شفتورة تضاعف لي الحجم رجع يعني كتير وغادي نبدأ ندهن أعلى الاواني هنا عندي هاد الصينية هاد يخص هاد تحك غادي نحطها هي اللولة وغادي ندير فوق منها الاواني باش ذك الشي اللي غاي بدا ينزل ديال الصابون غاي يجي فوق منها ضروري نستعمل القفازات باش ايدياتنا يبقوا نقيين وما يتأثروش بهاد المواد هدي اللي كانت استعملوها وغادي نبدأ كندير ديال الخلطة اللي درت اللي استعملت الحامض كما كان عاود ندكر الحامض الخمارة او البيكن باودر مع سائل غاسل الاواني غادي نبدأ بلا كوكوت فهي ضيفة الشرف هاد النهار هادا فحاولت نركز عليها هي كتر ما نركز على الاواني الأخرى كان دهنها بهاداك الخالط اللي وجدت هاد المعجون هادا اللي وجدت عندي فكان دهنها مزيان مزيان كم ما شفته راشكل ديالها باين وواضح كيف شديرها بالأوساخ المتراكمة الله اعلم من امتى متراكمة فيها هاد الأوساخ كان دهنها مزيان من الجوانيد ديالها من برا من الداخل اه البلايس ديالها لي الدين يعني من كل شي من الجوانيد كاملة وغادي نخليها على جنب وغادي ندوز نكمل الاواني كاملة اللي عندي احتها هي غادي ندهنها هادا الكسكس ديالها هادا هو رحالته مصخ هادا هو كندهنه مزيان وكنخليه يعني كنبقى كنستمر في حال هكدا عندهن لطايا عندهن الباقي الاواني اللي عندي كاملة عندهن دهنها مزيان كما شفته هنا انا درت كمية كبيرة اللي اسكفيني لهاد الاواني كاملة كما قلت لكم اذا كان عندكم ستستعملوا غير انية او لا جوج صغار فقد ادروا غير كمية قليلة عن دهن كذلك البراد لانه تهو هاد النهار هاد ضيف الشرف مع هاد الكوكوت هادى كما شفتوا الداخل ديالو كيفاش داير من براتي برنقي ولكن الداخل ديالو تبارك الله راح يعني دابغ فيها الاتاي اللي كان ديرو فيها غادي ندهنه وغادي نحطه غادي نستمر ندهن الاواني اللي عندي كاملة وغنخليها على جنب ونكمل شغلية تقالبا 1-4 ساعة احترن الساعة على حسب شحال عندكم ديال الوقت وغادي نرجع لهاد الاواني هادى باش نحكاها بنسبة اللي حكا غاستعمل اما الجيكس هادى الرقيق اللي كتشوفوا اولا هاد الحلفة هادى اللي كانشروها كنغسل بها الاواني كتكون قصحة كنشروها كتكون فيها 4 اه فاش كنفزقوها شفية كتر طعب انا غاستعملهم ليكم بجوج في هاد الفيديو هادى باش تشوفوا الناتيجة ديالهم بجوج فره ممكن استعملهم بجوج فبجوجهم كيعطونا تقريبا نفس النتيجة غاين من الاحسن الى كانت الان ياموس خبزة فكنستعملوا هادى جيكس ها الرقيق ميكونش داك لغليد الحرش باش ما يخبش لنا الاواني ها انتم ما كتشوفوا انا بديت بهاد الكسكاز ديال الكوكوت نحكوه وحكيتو من الداخل وغا نحكوه من براه غيو واحد الجيهة فقط غيي كاندووز عليهم يعني مشيش تحك ديال امريني بركو ولا..لا فكندووز عليهم و حكدوزها خفيفة وحنتو ما غادي تشوف و معيا راني حكيتو من داخل ومن برا حكيتو غير من نصف ديالو غير واحد الجيهة بش يبقرتهم الفرق حنتوما عجيه اللي يمن هنا اللي عال الي من ر askingوكه وعلى اللي صر راح ما محكوكاش انتو ما كتشوفو الجوانب ديالو كيفاش راح ما زال دايرا باش تلاحظو الفرق احنا رادرتحك بسيطة فقط هيلي دوز علي فغادي انتو ما كتشوفو الطريقة غادي نكمل الحكان ديالو كما كتشوفو راح كنحكو تتلق ديكس فوري ذاك الوسخ اللي فيه كلو كيتحيد ذاك تفاعل ديال الخميرة خميرة بيكن باودر مع الحامض فكي اعطينا واحد النتيجة خاصة هنايا في الانوكس كما كتشوفو معايا فراع طاني النتيجة زوانا غادي نستمر غادي نحك هاد الكسكاس هادا وغا نشللو من بعد ما نشلو فما غاديش ندير له شي صابون اولا نعود ناصلو اولا فهاد الصابون يعني هاد المسحوق هادا راح كافرة في كل شي هاتو ما كتشوفو معايا الصفوري اللي كتحيد منو والاوسخ اللي كتحيد منو نحاول نركز لكم على بعض اللي طي باش تشوفوها معايا غادي صافي نساليه نشللو مزيان كما كتشوفو انا ديرا بنيو ديرا فيه لما كان شلل فيه عاد كنعود في الروبيني باش منضيعش لما بالسف وباش لكنبقي محتاج لحكان مش ضروري اني نشللو فالروبيني ونعود عوداني نعود لي الحكان اهنايا غا نشللو مزيان وكما كتشوفو الشكل ديالو كيفا شرجع الي كتتذكروا كيفا شكر في الاول وكيفا شرجع ادابة غادي نحطو علاجين بغا نشللو مزيان وصفي اهنايا ساليت وغنحطو علاجين بغادي ندوس الكوكوت غادي نحيد لها هاداك الراس الفقاني حتى نحكو بوحدو غنحك الغطاية مزيان من الجواني بديال هاكا ملاحة هي يعني بنفس الطريقة غير واحد اللي حكا بسيطة وكان حاول نركز على ذيك القناة اللي كيكون فيهم الاوسخ متراكيمة ضغية ضغية كنحكا وكان حيدها كذلك كنشلها وهانتو ما غا تشوفوها معي كيفاش رجعت كيفاش كانت وكيفاش ولت كما شفتو را كنشلل ضروري ما كاتشلو مزيان في الاخير فاش كاتساليوها الانية را كاتشلوها مزيان من الاحسن الى كنتو في بلاصة اللي في هاي الشمش انكم تحطو القواني ديالكم في الشمس من بعد ما تحكو تشلل مزيان تحط في الشمس باش تعطينا واحد النتيجة زوينة هنا يا دزل الكوكوت اللي مصخة مصخة وواحد مصخة يعني بزف وبصراحة فبهراتني لانني انفو كندو وزع ليها بدك الجيكسة فارها ضغية كتنزل ديك الاوسخ كيما كتشوفو معي كندو وزع ليها كتمشي ديك الاوسخ منها هانتو ما كتشوفو الجيكس الاوسخ اللي فيه ديك الاوسخ المتراكيمة لسنوات فهي كتتحيد ليه بسرعة بسرعة وخاصة انني خليت هالخلطة هذي دهنتهم وخليتهم ميرطابوا فيها يعني تقريب ان واحد خليتهم انا تقريب انشين الصعة لانا كان عندي اشغال اخرى يعني دهنتهم اه مثلا بديت بيهم في الاول مشي تغسلت المعنات الاخرين ديال الزاج وديال والطباصة ودكشي حيتهم وعد رجعت الاواني ديالي نحكها هنا كما شفتو فحيت ديك اللي يدين ديال البلاستيك باش نحك تحتمنهم ونحك كذلك الجوانب ديالهم الى شفتو را كنستعمل فرشة اسنان قديمة هي اللي كنحاول نخشيها في ديك القناة الداخل باش ديك الاوساخ المتراكمة التحيد وما تبقى عليش وهانتم ما كتشوفو النتيجة قدم عينيكم كيفاش كانت الكوكوط وكيفاش رجعت بطبيعة لحال ديك الزرقة اللي كتكون في الكوكوط اللي كتكون مثلا نتج على حراق او اللي كنراه ماش يوسخ يعني كتكون بحيلا كيزرق لنا شوية الانوكس هدي من الاشياء اللي معروفة على الانوكس مع اكثر تطيب انه كي زرق شوية هني كتبدله اللون هديك راه ما كتحيدش بالجيكس او اللي بخلطات في حال هدي ان شاء الله غنديل لكم فيديو كيفاش ممكن نحيدو ديك الزرقة اللي كتكون لنا في الانوكس ولكن من الاوسخ فهاد الوصفة هدي راه غادي تعطيكم نتيجة رائعة هانتو ما غادي تشوفوا معايا الكوكوط كيفاش ولات من بعد ما حكيتها حكا لي ماشي حكا يعني مشي طيحت فيها كتافي بالحكا هانتو ما كتشوفوا كيفاش رجعت رجعت كأنها جديدة كأنني مشاريه هاش بون اوكازيون كأنها كانت عندي فقدر كنستعمل استعمال عادي فقط ودبا غادي ندوزوا البراد اللي تهو اه دهنا وخلينا هانتو ما كتشوفوا هدا ما غا نحكوش بجيكسا غادي نحكو فقط بهذا بهذا هاد اللي كيتباعو اللي كان نغسلو بيهم الاواني هادو كنستعملوا في الغسيل العادي ديال الاواني كتكون حرشاغي شوية وصافي هانتو ما كتشوفوا البراد كيفاش كان في الاول بعد ما دهنتو هانتو ما كتشوفوا كيفاش رجعت عنديك الاوساخ كاملة تلقات اه وليت كندوز ليه غيبي دي فديك الاوساخ كل هكا تحيد هانتو ما تشوفوا قدام عينيكم هنا را ما غليته ما درت ليه مسخون ما حتى شي حاجة فقط الوصفة اللي درت معاكم الخلطة اللي خلطت في الاول هي اللي استعملت فسط منه وهنا يا حاولت ما نزربش الصورة بيش شوفوا بي انني راني كان حك غيب شوية ومشي كان حك يعني بالجد وهانتو ما كتشوفوا الاوساخ اللي خرجت من البراد هنا كتحشون تحشون الانسان يقول هاد البراد را ديالي ولكن هاد الشي اللي اعطى الله وهانتو ما غتشوفوا معايا النتيجة ما كاملاش جوج دقيق اللي حكيت هاد البراد من الداخل يعني كامل شوفوا كيفاش النتيجة خرجت لي من الداخل ما طبختوش ما درتلوش المسخون كي مف مولفين ما درت لي تشي حاجة من غير هاد الشي اللي شفتوا معايا خرج من الداخل في صراحة اعطاني النتيجة رائعا رائعا عجبتني بزف صافي غدي نعود لي واحد اللي حكا خفيفة من برا وهانتو ما تتشوفوا الاوساخ اللي خرجت منو فراها اوساخ معات كديرا مهم راها قهوية ماغون فونسي البراد رجع لي في حي لاي الله شريتو انا غنش اللوتش لي لهم زيان بش ما يبقاش فيه نهائيا الصابون وكي ما كتشوفوا هادا هو شكل ديانو يعني من برا كيفاش داير وتا من الداخل نقي 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 رجع لي اللا معان رائع جدا اللي رجع لي في هاد البراد هادا صافي غدي نستمر نكمل باقي الاواني اللي عندي وغدي دوزوا معايا باش شوفوا شكل نهائي ديالهم كاملين كيفاش خرجوا لي كاملين كما شفتو انا مادرتو هنلا لاف الشمش ولا حتى شي حاجة لانا عندي الكوزينة ما مش مشاش فحطيتوهم غيف علاجين بحت ساليت ومسحتوهم بواحد الطغشون او لا بواحد من ديال الكوزينة اللي يكون نقي ومتي خليش لنا ديال ذيك الزيبر دياله فمسحتهم مسحة خفيفة بش ما يوقاش فيهم ذيك النقاطي وحطيتهم كما كتشوفوا باش نصور لكم لعفان ديال الفيديو انتمنى هاد الوصفة هادي او لا هاد الخلطة هادي باستعملت الاينوكس اليوما تعجبكم وتجربوها وتلقى الاستحسان ديالكم فانا متأكدة انه غادي تجيبكم الاواني ديالكم من بعد ما تنطفوها كما كتشوفوا هاد الكوكوطي اللي حقلتو عليها كيفاش كانت في الاول وكيفاش رجعت في الاخير وكذلك البرات كيفاش كان حتى هو من الدخل دياله وكيفاش تنقى وتحيدات منه ديك الاوسخ ما تنسوش تخليوني اللايك للفيديو وتبرتجيهم على العائلة والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة ولكنتو اول مرة كتشوفوا القناة فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد سواء في الطبخ او لا في الحيل او التدابير المنزلية الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله